اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة على مختلف الأصعدة بما يسهم في الدفع بمسارات التعاون نحو آفاق أرحب تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويلب التطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد اليوم مع سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين حيث نوه سموه بمسويات التنسيق والعمل المشتركة القائمة على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البحرين وإيطاليا في كافة المجالات وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعدد من المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية من جانبها أعربت سعادة سفيرة الإيطالية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام مستمر بدعم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر